فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله قصدنا موافقتهم أو لم نقصد؟ المشابهة منهي عنها سواء قصدنا أو لم نقصد لأن المدار على كونها مشابهة لا على القصد كما أن البدعة الاعتبار بكونها بدعة يعني ليس لها دليل من الكتاب والسنة سواء قصدنا أن نفعلها قصدنا أنها بدعة واعتعمدنا أو لم نقصد أنها بدعة ولم ندري أنها بدعة فهي بدعة على كل حال بعض المتشبهين يقول يتمسك بذلك وأنا لم أقصد التشبه فيظنه بذلك النجاة ما هو بالمدار على القصد المدار على وجود الشيء على وجود المشابهة فإذا وجدت المشابهة حصل المنهي عنه سواء كان قاصدا أو ويرقا أو لم يقصد نعم فإذا قال إنما الأعمال بالنيات هذه كالأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى والكلام الآن ما هو في العبادة إنما هو في التشبه في الظاهر في المظهر التشبه في المظهر بحيث إذا رأيته ما تميز هل هو مسلم أو كافر نحن نريد التميز إذا رأيت الشخص تعرف أنه مسلم أو كافر من مظهره ومن تعامله ومن صفاته ترجمة نانسي قنقر موسيقى